في إطار الجولة التي تقوده إلى عدة دول بالخليج العربي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خصى ظهر اليوم بأبو ظبي وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب بمقابلة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسلم الوزير خلال هذه المقابلة رسالة الدعوة التي يوجهها رئيس الجمهورية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان للمشاركة في أشغال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستلتأب بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر الفين واثنين وعشرين نقلا إليه بهذه المناسبة التحيات الأخوية لسيد رئيس الجمهورية وثقته بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من المساهمين الفاعلين في إنجاح هذا الاستحقاق الهام الذي يهدف إلى تعزيز اللحمة بين الدول العربية ووحدة كلمتها وبث حركية جديدة في آليات العمل العربي المشترك خصوصا في السياق الدولي الحالي الذي يعرف أزمات متعددة تلقى أو تلقي بظلالها على الأمة العربية وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان مشاركته شخصيا في القمة العربية بالجزائر واستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل على عدة أصعدة لإنجاح هذا الموعد العربي الهام وتطلعه إلى أن تتمخض عنه نتائج تكون في مستوى تحديات وتستجيب لتطلعات الشعوب العربية كما أبلغه حرصه على نقل تحياته الشخصية والأخوية إلى السيد رئيس الجمهورية اللقاء شكل أيضا فرصة للتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين مسؤولي البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتلك المتصلة بأجندة التعاون الثنائي وذلك في ضوء العزيمة التي تحذو الطرفين لإثرائها والانتقال بالشراكة التي تجمعهما إلى أفق أرحب يتناسب مع ما يحوزانه من إمكانيات وخبرات لا سيما في مجالة الطاقة وطاقات المتجددة وما يتقاسمانه من أهداف في خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين